السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة يا دادي مرحبا بكم من جديد في فيديو آخر من فيديوها تستعداد الامتحان الجهوي وهذه المرة مع اطحاح الامتحان الجهوي لمادة الفيزياء دورة يونيو 2016 جهة قولميم وادنون وللإشارة فتحاح الامتحان الجهوي هو جاء بناء على طلب بعض تلاميذ هذه المنطقة ونحن سعداء لفعل ذلك لأن الهدف ديال القناة نهارة نشآت كان الهدف دياله هو ذان ومساعدة وخدمة تلاميذ في جميع ربوع المملكة وكذا خارج الوطن وتنتمنى أن الكل يستفد وتكون الاستفادة عامة إن شاء الله إذن نبدأ على بركة الله التمرين الأول يخص الميكانيك انقل واملأ الفراغات بما يناسب من الكلمات التالية كما تلاحظوا الكلمات المقترحة مفعول سكوني إزاحة سكون القوة ديناموماتر مفعول حركي حركة وضورة قبل ما نملؤوا الفراغات نذكروا بالتأثير الميكانيكي قلنا بأنه نتحدد عن تأثير الميكانيكي عندما يؤثر جسم مؤثر على جسم مؤثر عليه فيؤدي هذا التأثير إما لتحريك جسم كان في سكون أو تغيير مصر حركته أو سرعته أو هما معن إن كان في حركة وهذا التأثير هذا قررناه بالمفعول الحركي أو المفعول التحريكي أو أنه يساهم في توازنه أو يشويه وهذا التأثير هذا قررناه بالمفعول السكوني وقلنا بأنه التأثير الميكانيكي يعني قررناه بواحد المقدار فيزيائي اللي سميناه بالقوة عندها واحد شدة اللي هي النيوتن وتنقيص لها هذه الشدة بواحد الجهاز اللي تنسميه الدينامو مثل وبناء على هذه المعلومات سيتم ملء الجملة الأولى يكون لتأثير ميكانيكي مفعول سكوني أو مفعول حركي أو تحريكي ونقرن بهذا التأثير مقدار فيزيائي يسمى القوة تقاس شدتها بجهاز الدينامو متر بالنسبة للجملة الثانية شنا الدرس ديال الحركة والسكون قلنا بأن الحركة والسكون هما مفهومة نسبيان وميمكن لياش نتحدد على حركة أو سكون إلى ما حددناش وحد الجسم مرجعي وبناء على الجسم المرجعي تنقدر نحدد واش الجسم في حركة أو في سكون إذن يمكن لجسم أن يكون في حركة وفي نفس الوقت في سكون بالنسبة لجسمين مرجعيين مختلفين إذن لحساب الجسم المرجعي ممكن الجسم يكون في حركة وفي نفس الوقت يكون في سكون بالنسبة لجسم مرجعي آخر تحددنا على الأنواع ديال الحركة وقلنا بأن الحركة هي نوعان حركة إزاحة وحركة دوران بالنسبة للسؤال الثاني أصل بخط كل عبارة بما يلائمها يسمى الخط الذي يصل موادع الجسم المتحرك احنا عرفنا من اللي عطينا تعريف ديال المطار قلنا بأنه عبارة عن خط متصل يربط بين مختلف المواضع التي يحتلها الجسم أثناء حركته إذن يسمى الخط الذي يصل موادع الجسم المتحرك ب مصار الحركة B أو B ترتبط مسافة الفرمالة D F راحتنا بأن المسافة ديال الفرمالة تتحكم فيها مجموعة ديال العوامل ومن ضمنها السرعة وحالة الطريق وحالة العجلات وأيضا الفرامير تساوي السرعة اللحظية شفنا السرعة القيناة بأنها عديد أنواع ديال السرعة كان سرعة متوسطة قلنا بأنها هي قيمة السرعة التي يتحرك بها جسم لقطع مسافة معينة في مدة زمنية معينة أما السرعة اللحظية فهي قيمة السرعة قيمة سرعة الجسم المتحرك عند لحظة معينة وفي الأخير قد تعدي كتلة للجسم لشنها بأنها هي مقدار تابس لا يتغير ثالثا قطع عداء عالمي مسافة 100 متر في ظرف 9.77 وحسب قيمة السرعة المتوسطة للعداء إذن عرفنا بأنه من يتنبه نحسبه السرعة المتوسطة تستخدم العلاقة V كتساوي D يعني السرعة المتوسطة تتساوي المسافة المكتوعة على المدة الزمنية المستغرقة يعني بتطبيق عددي نعوض D بالقيمة ديالها لها 100 متر ونعوض الوقت بالقيمة دياله وهو 9.77 ثانية إذن V ستكون هي 10.23 متر على الثانية وهذه هي القيمة ديال السرعة المتوسطة رابعا يقف غطاص كتلته 80 كيلو جراما في حالة توازن فوق منصة الغطس لمسبح الشكل الجانبه يعني كما تلاحظه في الصورة عندي واحد الغطس اللي واقف فوق صدح ديال منصة الغطس يعني يستعيد للغطس المطلوب هو أجرد القوى المطبقة على الغطس وصنفها إنما يتلبون جردو القوى المطبقة ضروري تنحدو المجموعة المدروسة المدروسة اللي عندي في هذه الحالة هي الغطس وتنحدد القوى المطبقة بملاحظة الغطس نلاحظ بأنه تحت تأثير قوتين القوى المطبقة من طرف سطح المنصة والقوى المطبقة من طرف الأرض اللي هي الوزن دياله إذن نقول نسميها F القوى المطبقة من طرف سطح المنصة والتصنيف ديالها وهي تأثير تماث موزع لأنه يتم في كل القدم التماس يتم بين المنصة و مساحة القدم القوى الثانية هي P وزن الغطس وبطبيعة الحالة نبع أن القوى هي تأثير عن بعد موزع إذن أتممنا جرد ديال القوى نمر إلى السؤال الثاني حدد مميزات وزن الغطس مميزات وزن الغطس إذن وزن الغطس كما هو قوى وشن نبي أن كل قوى تتميز بأربع مميزات نقطة تأثير خط خط تأثير المنحة وأخيرا الشدة بالنسبة النقطة التأثير نعرف بأن نرى الأرض تؤثر على الجسم بأكمله وقد نختاز له التأثير هذا في واحد النقطة التي تكون هي مركز تقل الجسم مفاعدة الحالة عندي النقطة G النقطة G هي نقطة التأثير إذن نقطة التأثير G مركز ثقل الغطس خط التأثير لأن الخط التأثير وزن الجسم دائما يكون عبارة عن مستقيم رأسي مار من مركز الثقل إذن خط التأثير هو المستقيم الرأسي المار من G بالنسبة للمنحاق لأن المنحارة من G نحو الأسفل لأن الأرض تشد إلى أسفل والشدة شدة أرمزنا لها ب T بدون متجهة ومدام أنه مطلوب مني المميزات إذن ضروري نحسبها ونعرف بأن العلاقة دير وزن الجسم هي P تساوي M في G ومعطيني M هي 80 كيلو جرام ومعطيني G في المعطيات هي 10 نيوتن بار كيلو إذن P الشدة غد تكون هي 800 نيوتن أربعة ثلاثة أوجد قيمة شدة القوة المطبقة من طرف المنصة على الغطاس يعني القوة التي تطبقها سطح المنصة على الغطاس شحلنا هي القيمة شدة ديالها إذن لكي ألقوا القيمة ديال شدة شدة القوة المطبقة من طرف المنصة الغطاس في توازن تحت تأثير قوتين هنعرفنا بأنهم التي تكون عندي جسم في توازن تحت تأثير قوتين فإنه تتحقق عندي الشرط ديال التوازن وحسب شرط توازن فإن للقوتين نفس شدة هذا مش الشرط الوحيد لكين وإنما هذا هو المحتاجين لأنه نحن نعرف أن الشرط ديال التوازن هو نفس خط تأثير نفس شدة ومنحيان متعاكسان إذن P أو F تتساوي P تتساوي 800 نيوط وهذا هو قيمة الشدة ديال القوة المطبقة من طرف سطح المنصة أربعة أربعة حديد كتلة الغطاس بعد سقوطه في الماء أعلي الإجابتك إذن اللي مطلوب مني هو تحديد قيمة الكتلة ديال الغطاس عند سقوطه في الماء إذن نحن نعلم أن الكتلة هي مقدار تابت لا يتغير إذن كتلة الغطاس سوف لن تتغير وغادي تبقى هي نفسها التي تعطيت في المواطعيات لأم 80 كيلو جرام التمرين الثاني يخص الكهرباء أولا أنقل إلى ورقة تحريرك الجواب الصحيح بالنسبة لكل اقتراح الاقتراح الأول مطلوب مني العلاقة بين الطاقة الكهربائية وان عدد لدوارات قرص عدد تابت ووسي وهو رنبيل العلاقات لشنا ديال الطاقة الكهربائية قلنا بأنها رأي جداء عدد دوارات القرص في التابت ديال العدد الاقتراح الثاني يحول جهاز تسخين الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية طاقة ميكانيكية أو طاقة كهربائية نعرف بأن أجهزة تسخين هي أجهزة تستقبل الطاقة الكهربائية وتحولها إلى طاقة حرارية اقتراح الثالث قيمة توطر الكهربائي بين مربطي موصل ومي مقاومة اغ تتساوي 50 اوم يمر في طيار كهربائي مستمر شدته اي تتساوي 100 ميلي امبير هي واش اي تتساوي 5000 أمبير يتتساوي 5 أمبير أو يتتساوي 5 أمبير كما تتلاحظوا بأن هذا الاقتراح هذا رغم ما غد يكونش مخوض بعيد الاعتبار لأنه نحن نحن نعرف بأن وراء الوحدة ديال التوتر هي الفولت وليست الأمبير إذن تتقى عندي الاختيار بين هذه القيمتين هذه إذن سنحسب حسب قانون أوم لدينا التوتر بين مربطي موصل أومي هو جداء مقاومته وشدة التيار المارفي إذن مدام أن المقاومة معطيانية هي 50 أوم وشدة التيار معطيانية هي 100 ملي أمبير لأن حول الأمبير ستول هي 0.1 إذن بعمل حسابية سنجد أن U ستساوي هي 5 فولت إذن الاقتراح صحيح هو U تتساوي 5 فولت أجيب بصحيح أو خطأ ألف الأوم متر جهاز لقياس شدة التيار الكهربائي نعرف بأن الأوم متر هو جهاز لقياس المقاومة وليس التيار الكهربائي لأن شدة التيار الكهربائي نقيسها بالأوم بير متر إذن هذا اقتراح هو اقتراح خاطئ العداد الكهربائي جهاز يستعمل لتزويد المنازل بالتيار الكهربائي كما لاحظنا بأن العداد الكهربائي الدور دياله هو حساب طاقة المستهلكة وليس تزويد المنازل بالتيار الكهربائي إذن هذا الاقتراح هو أيضا اقتراح خاطئ جيم القدرة الكهربائية مقدار يعبر عن أداء جهاز كهربائي بطبيعة حال لأننا نحن نبع أن القدرة الكهربائية هي مدى تفوق جهاز على الأداء وهذا الاقتراح هذا يكون اقتراح صحيح ثالثا يمثل الشكل الشكل الجانب أسفله البطاقة الإسمية لجهاز الإضاءة المستعمل لإضاءة الساحات العمومية خلال الليل قلنا بأن معظم الأجهزة الكهربائية تكون فيها واحد صفيحة معدنية لتحمل المميزات الإسمية ديالها إذن السؤال المطروح يعطي بالنسبة لجهاز الإضاءة قيمة توطر الإسمية نحن نعرف بأن التوطر الوحدة دياله هي الفولت إذن قيمة توطر الإسمية تتساوي مئتان وثلاثون فولت قيمة القدرة الإسمية هي بي تتساوي مئتان وات نحن نعرف بأن القدرة الإسمية الوحدة دياله هي الوات أحسب إي قيمة شدة تيال الكهربائي الذي سيمر في جهاز الإضاءة عند اشتغاله بشكل عادي إذن عند اشتغال جهاز الإضاءة بشكل عادي فإنه سيحقق العلاقة أن القدرة تساوي التوتر في شدة طيار المارفي يعني نحن نريد قياش شدة طيار إذن إي قليت تويير قدرة على التوتر يعني أن إي قدرة القناة هي مئتان وات والتوتر مئتان وثلاثون فولت إذن إي شدة طيار بعملية حسابية سنجدها هي ثمانية فاصلة سبعة والوحدة بطبيعة حال هي الأمبير ثلاثة ثلاثة لتجريب جهاز الإضاءة نشغله لوحده مدة ثلاثين ثانية أحسب كيمة الطاقة الكهربائية التي يستهلكها بالجول ثم بالوات ساعة إذن اللي مطلوب مني هو حساب الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف هذا الجهاز نحن نعلم أن الطاقة المستهلكة هي القدرة دي الجهاز مضربة في وقت الاشتغال أو في مدة اشتغاله ولدينا أن القدرة هي مئتان وات مدد اشتغال محددة في ثلاثون ثانية بعملية حسابية سنجد أن الطاقة المستهلكة هي ستون ألف وات سجوند ونحن نعرف بأن وراء الوات سجوند هو نفس الجول لأن واحد وات سجوند يساوي واحد جول إذن أ تساوي ستون ألف جول بعدما حددنا الطاقة المستهلكة بالجول الآن سنمر لتحديدها بالوات ساعة نحن عارفين بأنه مليتا بنطاقل من الجول للوات ساعة يعني هي القيمة بالجول مقسمة على ثلاثة آلاف وشتة مئة بحيث أن القيمة هذه ستوند هي 16.67 وات اغ إذن هذه القيمة ديال الطاقة الكهربائية بالوات ساعة تمرين الثالث والأخير اختار السرعة والسلامة الطرقية انطلقت سيارتان آ وبي من مدينة قلميم نحو مدينة طانطان التي تبعد عنها بمسافة 130 كيلومتر قيمة سرعة المتوسطة للسيارة آ هي ذئة تتساوي 90 كيلومتر على الساعة في حين أن قيمة سرعة المتوسطة للسيارة بي هي ذي بي كتساوي 30 متر على الثانية الصرعة القصوى المسموح بها على الطريق الوطنية الرابط بين قلميم وطانطان هي 100 كيلومتر على الساعة آلث حدد بالدقائق المدة الزمنية الفاصلة بين لحظة وصول السيارتين إلى مدينة طانطان علما أنهما لم يتوقفا كي نحسب المدة الفاصلة بين وصول السيارتين إلى مدينة طانطان ضروري أولا يجب أن نبحث عن المدة التي استغرقتها السيارة آ للوصول إلى مدينة طانطان وأيضا المدة التي استغرقتها السيارة بي للوصول إلى مدينة طانطان إذن لكي نحسب المدة المستغرقة لدينا العلاقة ديال سرعة المتوسطة إذن المدة المستغرقة ستساوي هي المسافة المقطوعة على المدة على السرعة المتوسطة هذه بصفة عامة دابة بالنسبة للسيارة آ لدينا الوقت الذي استغرقته السيارة آ هو المسافة دي يعني المسافة التي تفصل بين جلميم وطانطان على السرعة المتوسطة للسيارة آ يعني أن تي آ ستساوي أن المسافة الفاصلة بين المدينة هي 130 كم السرعة التي تعتبرها السيارة آ هذه المسافة هذه هي 90 كم على السرعة إذن رأى تئة غد نلقها هي 13 على 9 ساعة وباش نحولها أنضرب 60 إذن تئة 13 على 9 في 60 يعني أن المدة الزمانية المستغرقة بالدقائق هي 86.67 دقيقة وهذه المدة لإستغرقتها التي استغرقتها السيارة آ للوصول إلى مدينة طانطان إذن بالنسبة للسيارة B لدينا السرعة المتوسطة لإقتعت بها السيارة B المسافة بين جلميم وطانطان هي 30 متر على الثانية وطانطان قد نحول هذه القيمة إلى 1 كم على ساعة ساعة قد نضرب هذه القيمة في 3.6 بحيث أننا قد نحصل على 108 كم على الساعة إذن هذه هي السرعة المتوسطة لإقتعت بها السيارة B المسافة بين جلميم وطانطان إذن تي المدة الزمانية المستغرقة هي المسافة المقطوعة وهي 130 كم على مئة وتمانية كم على الساعة إذن بعملية حسابية هي 130 على مئة وتمانية ساعة وباش نحولها إلى الدقيقة قد نضرب في 60 باش نحصل على 72.22 دقيق إذن كما تتلاحظوا بأن وجدنا بأن المدة المستغرقة من طرف السيارة A هو 86.67 والمدة المستغرقة من طرف السيارة B هي 72.22 إذن الآن أبقى ليلقى الفرق ما بين القيمتين يعني T A ناقص T B اللي غادي تساوي هي 86.67 ناقص 72.22 اللي غادي تعطيني هي 14.14 دقيقة إذن كما لحتوا بأن وراء المدة التي تفصل بين وصول السيارتين إلى مدينة طانطان هي 14.14 ما رأيك في تصرف كل سائق؟ ما رأيك في تصرف كل سائق؟ المدة الفاصلة بين وصول السيارتين إلى مدينة طانطان لم تتجاوز 15 دقيقة لكن رغم ذلك سائق السيارة A التزم باحترام قانون السير حيث لم يتجاوز السرعة المسموح بها بينما سائق السيارة B تصرف بتهور بتجاوزه للسرعة المسموح بها ثالثا أذكر أربعة احتياطات يجب اتخاذها لتفادي أخطار السرعة لتفادي أخطار السرعة يعني من بين أربعة احتياطات ممكن اتخاذها احترام قانون السير وعدم تجاوز السرعة المسموح بها استعمال الخودة بالنسبة لمستعمل الدراجات وحزام السلامة بالنسبة لمستعمل السيارات نذكر كذلك نذكر كذلك مراقبة الحالة الميكانيكية للسيارة قبل استعمالها السرعة اخيرا و مراقبة حالة العجلات والفرامل والفرامل اذن هذه بعض الاحتياطات الممكن ندخلهم لتفادي أخطار السرعة وبهذا نكون قد أنهينا الجواب على هذا الموحد نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا تصحيح هذا إن كان الأمر كذلك فما تنسوش الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك بالنسبة للناس اللي باقي ما اشتركوش معنا في القناة ونترككم في رعاية الله وموعدونا ان شاء الله مع تصحيح المتحان الموحد جهوي لمادة الرياضيات لنفس الجهة عما قريب ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا